معنا في فيديو برضو لتجهيزات غرفة العمليات من أهم أسباب برضو نجاح جراحات الدعمات إن أنا لازم أختار المكان الأكثر تجهيزاً والأكثر تعقيماً طبعاً كنت عايز أركز على الموضوع ده طبعاً طبعاً لما نبص في الصورة دي دي صورة لأحد غرف العمليات ما شاء الله يعني اللي بتجهر فيها الدعمة يعني زي ما باين في الصورة فيها تجهيزات عالية جداً أكيد مستوى التعييم الجهاز اللي قدامنا في الصورة ده ده أحدث جهاز تخدير في العالم عشان يبقى طبيب التخدير بيتابع مريدي أثناء الجراحة والشاشة اللي كانت ظهرت مسبقاً دي دي شاشة بلت إن فيها بيانات المريض بالكامل بحيث الدكتور التخدير وأنا بنبقى شغالين وشايفين بياناته كاملة وزي ما حضرتك شايفة حتة كان زمان بقى إن احنا نحط فيها شفا الحت ومعرفش الكلام ده كله تغير تماماً عشان نحافظ على التعييم بشكل زي ما حضرتك شايفة كده لما بيجي يفتح غرفة العمليات نفسها أو مسرح العمليات لازم يكون له مواصفات خاصة من ناحية التعييم بمعنى الهواء اللي داخله يكون معقم بنسبة 100% ويكون ضغطه بالداخل أعلى من الضغط الخارجي عشان لما يفتح الباب الهواء اللي يخرج مش العكس يبقى يخرج من عندي هوا معقم مش يدخل لهوا ملوث فده مهمة جداً يعني اختيار المكان ده شيء مهم جداً يعني اختيار المكان ده شيء أساسي مهم للعملية في حد ذاتها نجاح الجراحة بيعتمد على حاجتين أساسيتين اختيار الجراح أولاً واختيار المكان ثانياً ودي تعتمد على الجراح برضو